يقول أعرف بعض الأشخاص إذا كان ثيابا متسخة لا يصلي في المسجد ويقول لا أصلي بالبدلة أو قميص النوم في المسجد هل فعله صحيح والله إن كان الرجل عالم عالم ويخشى من خوارم المرؤات فلا بس نذكر الفقهاء أن هذا من أعذار التخلف عن الجماعة لأن هذا يخرم المرؤة هذا إن كان عنده مرؤة أما إن كان ما عنده مرؤة أصلا يجي بصراويل ويجي مرات جنس ويجي مرات مدري إيش وهو لباسه مو بهذا يعني هذا ما يعني هذه الأمور بس يتحجج في الصلاة فالمقصود أنه إذا كان شيء يخرم المرؤة والرجل ممن يحافظ على مرؤته حتى لو كان شماق ما لقى شماق وهو مثلا من أهل العلم ما يمكن يروح بدون شماق قدام الناس هذا لا بس هذا يجوز أن يترك الصلاة في المسجد ويصلي في البيت إذا ما وجد ما يشتر به رأسه لكن أكثر الناس ليسوا كذلك وأكثر الناس ما تجيهم خوار من المرؤة إلا عند بس يتكيسرون عن الصلاة فالمقصود أنه يختل باختلاف الناس والله أعلم ترجمة نانسي قنقر